اعداد متزايدة من النساء معظمهن من المسلمات يلجأنا الى اجراء جراحة لاستعادة العذرية قبل الزواج هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية في بريطانيا فنحو 116 جراحة من هذا النوع جرت فيما بين عامي 2005 و2009 في المستشفيات الحكومية البريطانية اذ يوفر نظام الرعاية الصحية خدمات طبية مجانية او مدعومة لكل المقيمين في البلاد وتشير احصائيات رسمية الى ان 30 جراحة تمت في عام 2009 اي ما يزيد بنحو 25% عن عام 2005 لكن الامر لم يقتصر على المستشفيات الحكومية فحسب استجلت العيادات الخاصة كذلك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على تلك الجراحات التي تصل تكلفة الواحدة منها الى 4000 جنيه استرليني لدى الطبيب الخاص وظهر الدعاوى تطالب نظام الرعاية الصحية بالامتناع عن اجراء هذه الجراحات لكن المسؤولين في هذا القطاع يقولون انهم يحاولون ضمان السلامة النفسية والجسدية للمريضات هلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو